دور الصفائح الدموية في تجلط الدم Let's rule in coagulation الصفائح الدموية هي أحد مكونات الدم، والتي يتم تصنعها في نخاع العظم، ويمكن تعريفها بأنها خلايا أو أجزاء مفلطحة من السيتو بلازم يصل قطرها إلى ثلاثة نانو متر تقريباً، ولا تشتمل الصفائح الدموية على نواه أو عضلات خلوية، ولها العديد من الأشكال، يتراوح عددها بين 150 ألف إلى 40 ألف في المليمتر المكعب، ويبلغ عمرها من 7 إلى 10 أيام، كما تتميز بقدرتها العالية على الترابط والالتصاق ببعضها، مما يجعلها تلعب دوراً هاماً في عملية تخثر الدم وظيفة الصفائح الدموية تتمثل أهمية الصفائح الدموية في إيقافها للنزيف عند التعرض لإصابة ما، عن طريق تشكيلها للجلطات التي توقف الدم المندفع، وذلك من خلال تكوين خيوط صلبة أو شبك يلتصق بالجرح ليمنع النزيف كما تقوم بإفراز بعض المواد الضرورية، كالأدرينالين، والهستامين، والسيروتونين، التي تلعب دوراً هاماً في انقباضات الأوعية الدموية هذا بالإضافة إلى دورها المساعد في عملية البلعمة، وذلك من خلال قيامها بالارتباط بالميكروبات التي يتم التهامها من قبل الخلايا البلعمية ترجمة نانسي قنقر